من واصل حديثنا من أفسوس القديمة بعنوان الإنسان الجديد أنا موجود في الأغورا العليا هذه كانت تعتبر الأغورا المدنية أو الأمور السياسية الإدارية التي كانت تعمل في هذه المنطقة السوق العام أو الساحة المدنية العامة كان موجودين فقط اللي بيحمل الجنسية الأفسوسية وأيضا في أثرات لأبنية كثيرة في هذه المنطقة وكانت تحفي من الفن والمعمار في تلك الأيام وكان عدة أمور مثل ما ذكرت سابقا أن روما كانت تأتي بعداتها بمعتقداتها بأبنيتها بهندستها بعظمتها في هذا المكان فإحنا لابن نشوفه كل هذا تأثير يوناني من أيام الإسكندر وأيضا تأثير روماني إذ نرى عدة معابد في تلك المنطقة إذا بتطلعوا معاي من هذه الجهة تستطيع أن تشوف أو ترى الجيمناسيوم إحنا قلنا أن أفسوس كانت مدينة رياضية وكانت تعمل هذه الألعاب وكان يجوا من كل أنحاء العالم إلى هذا المكان أيضا بتشوفوا بعد الجيمناسيوم بتشوفوا الأعمدة الرخام هذه كانت تعتبر البازيليكا اللي هي مكان أو بيت القضاء طبعا كان كله مغطاء وكان يقوموا بالمحاكم بأمور القضاء في هذه المنطقة طبعا لما جاءت المسيحية هذا البازيليكا تحولت إلى كنيسة أو بازيليكا كنيسة محل مسيحية تستطيع أن ترى المدرج يسمى البوليتوريوم أو الأوديوم لو كان عبارة عن مسرح فني للأفراح والموسيقى أيضا والاجتماعات الإدارية المدنية اللي كانت تعقد في هذه المنطقة لأنه كان فيه بيت للقضاء وكان فيه المحافل حتى يقوموا بهذه الأمور إذا تنظر إلى جنب المكان بعد الأعمدة فيه ثلاثة أعمدة اللي هي بسمه الأيونين أعمدة الأيونين من أيام اليونان هناك كان فيه معبد طبعا مهم جدا ليسمى معبد فيستيا اللي كان بجنده بنات من عمر 11-12-13 سنة قبل البلوغ وبدربوهن أن يكونوا مكرسات هدول البنات بكونوا عذارة بيخدموا فقط في الهيكل في هذا المكان وطبعا بتشوف نفس المكان نفس المنطقة اتحولت للسوبريم كورت للقضاء الأعلى أنه كان الكهنة أو المسؤولين يأتوا بالقضايا إلى القضاء الأعلى حتى الحكام يقوموا في في القضية ذاتها طبعا أنا في الأغورا بالضبط أنا موجود على معبد قديم معبد مصري للإلهة إزيس وطبعا شفنا حضارة يونانية حضارة رومانية لكن الغريب أن نشوف مثلا حضارة مصرية شو اللي بيخلي هيكل مصري أن يكون موجود في هذا المكان كان في علاقة وثيقة في تلك الأيام علاقة تجارية وعلاقة اقتصادية كانت تأتي السفن من مصر إلى ميناء أفسوس تحمل القمح وأيضا ورق البردي أو بيأخذوا من هذا المكان زيت الزيتون وبضائع أخرى إلى مصر فمصر كانت غنية جدا وكانت يعني كانت تسمى سلة الخبز للجنود الرومان لأنه كان بيعتمدوا على أكبر بلد أو أكتر بلد للقمح للغذاء فبنوا تخليد وتكريم لهذه العلاقة معبد للإلهة آيسس الإلهة المصريين ومنشوف بعض الأثرات القديمة في هذا المكان من هذا المكان على فكرة مارك أنتوني صار إلى ترصوص البلد اللي ولد فيها شاول الترصوصة وهناك تقابل مع كيليو باترا حاكمة مصر وكانت العلاقة وثيقة بينهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر